ابن تيمية يقول هذا مخالف قول النبي صلى الله عليه وآله انظر ما أكفرها من كلمة قول النبي في الغدير اللهم والم والاه وعاد من عاداه مخالف لأصل الإسلام وما قاله عمر في الدعاء على بلال ليس مخالفا لأصل الإسلام زين وبعد لأنه قد يتعلل أحد يقول هذا مجرد عمر قال اللهم كفني يعني بلالا وذويه وأصحاب بلال ما دعا عليهم وقال اللهم عادي من عاداه أنا أجيب لك عندي وأنا أبو هندي كل شيء عندي شوف المطالب العالية لابن حجر الحافظ عسقلاني المجلد الثاني الصفحة 486 بسند صحيح عن زيد بن ثابت ويقول رضي الله عنه أنه كان يقص يقص يقول قصة للناس حكاية أخبار الماضين وكذا فيقول في قصصه إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل عليه زين فقام رجل من عندي زيد فأتى عمر هو يقول رضي الله عنه لا عنه الله فأخبره مخابرات بعد عمر داز مخابراته بكل مكان في حلقة زيد بن ثابت شي يقول حلقة فلان شي يقول دائما بلغوني شي يقولون هؤلاء زين هذا المخبر جاء لعمر فقال عمر للرجل اذهب إليه فأتني به لتكون عليه شهيدا شوف شلون استقبل عمر هذا الصحابي الجليل قالتهم زيد بن ثابت يقول فلما جاءه قال له عمر يا عدو الله هذه تفرق عن قول النبي صلى الله عليه وآله اللهم عادما عاداه يعني صير عدو لهذا الذي يكون عدوا لعلي عليه السلام هنا عمر اختصر المسافة فورا قال خلص أنا كأنه جاني وحي من الله زيد بن ثابت عدو الله على طول هذا دعاء عليه وشتم له أيضا قال له يا عدو الله أنت الذي تضل الناس بغير علم وين لعد الصحابة والصحابة ورضي الله عنهم وأرضاهم ولا تسبوا أصحابي فإنه شنو لا تبلغون مدة أحدهم ولا نصيفه أو نصيفه ولا تتخذوهم غرضا ومن هذا الحج هذا كله وين راح هذا كله إذن الإكلاوات هذه وين راحت وين راحت عمر إذن يعني الخبر هذا سنده صحيح سب زيد بن ثابت سماه عدو الله واعتبره مضلا للناس يفتيهم بغير علم شوان هذه صارت فقال زيد والله يا أمير المؤمنين ما ابتدعته من قبل نفسي وإنما أخبرني به أعمامي أخ إذن دائرة الأعداء الله اتسعت في هذه الحالة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الدائرة اتسعت من دائرة الأعداء أعداء الله والمضلين الناس بغير علم صارت أوسع من مجرد زيد بن ثابت يقول مو بس أنا أعمامي هم هكذا فعمر يسأله أخ يقول وأي عمومتك قال أبي ثابت وأبو أيوب أبو أيوب الأنصاري كل هؤلاء على الأقل الآن ثلاثة من الصحابة الأجلاء طلعوا أعداء الله يضلون الناس بغير علم في مقياسي عمر بن الخطاب هل يجرؤ ابن تيمية هذا الوغد أن يقول عن عمر هنا أنه خالف أصل الإسلام أم جرأته فقط على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يلا هل يستطيع ابن تيمية أن يقول أنه يجوز لعمر ما لا يجوز لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله أم يقول ابن تيمية أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه قد ثبت أن هذا الحديث صحيح بل العجلوني يقول متواتر فكيف يزعم ابن تيمية أن هذا الحديث مخالف لأصل الإسلام والآن يأتي دور محاسبة كل من يعتقد بابن تيمية شيخا للإسلام نقول عن أي إسلام أنت تتكلم أنت إسلام محمد وعترته عليه الصلاة والسلام أم إسلام الناصبة تفوت ترجمة نانسي قنچو